الأسبوع اللي فات من بين الفنانات الحقيقة اللي تكلموا عن الموضوع ده كانت الفنانة الجميلة ياسمين غيس اللي أنا بحيها على شجعتها أنها تكلمت وبحيها على شجعتها لأنها من المحاربات في مرض السرطان طبعا أنا برحب بك يا ياسمين من وراني في الجمعة في مصر على الهواء أهلا بيك أهلا بيك أهلا أنا عايزة أعرف بقى أنت الأسبوع اللي فات خليني أبدأ الأول مع القصة اللي حكتيها وننطلق منها لكلام تاني كتير عايزة أعرف الواقع اللي أنت حكيتي عنها بشكل شخصي يا ياسمين بالنسبة للي ما بيتابعش سوشيال ميديا طب أنا حكيت طلعت طبعا بعد ما بدأنا نتكلم أكتر في موضوع التحرش فحسيت أنه أنا محتاجة أشجع بنات كتير أنه هما لو مروا بنفس التجربة يطلعوا يتكلموا سواء تحرش لفظي أو جسدي أو أي أن كان النوع كلهم أو حش من بعض فأنا اللي حصل معي أنه أنا وأنا في تانية سنوي كنت في مدرسة أمريكية جريد 11 حصل أنه كان في مدرس عندنا في المدرسة كان من النوع المدرسين اللي هو بيمسك بطريقة مش مريحة أو بيحط إيده على البنات بطريقة مش مريحة فهميني؟ وأول من أن يحس أنه ليس مرتاح المفروض ده يتم إحترامه على طول فاللي حصل أنه هو كان حاول يتعامل معي بالطريقة اللي هو يتعامل بها دي وأنا ما قبلتش ويعني ما سكدتش فأنا وقفت الموضوع قبل ما يحصل يعني قبل ما يحط إيده علي أنا وقفت له فطبعاً اللي حصل أنه وديني نمر وحشة جداً في المده دي وكرهت المده دي لغاية النهار ده وسبت المدرسة ومشيت بس أنا كنت محظوظة أن أنا اتكلمت مع والدتي وقلت لها وهي طبعاً يعني صاحباني جداً فكانت متفهماً موضوع ده وجدت المدرسة واشتكينا في المدرس ده بس ما فيش حاجة بصراحة تمت وقتها فضل مكمل في المدرسة عادي وأنا اللي سبت المدرسة ومشيت بس على الأقل يا ياسمين اتكلمتي ودي حاجة مهمة جداً لأن فيه أهالي كتير جداً بيخاف ويتكلموا بيحسوا أنه ده ممكن يسيق لبنتهم بأي شكل من الأشكال حتى لو هي مش غلطانة يعني حتى لو حصل حاجة على فكرة هي مش غلطانة هو اللي تحرش فبتقولي إيه للأهل والبنات في الحالة دي يا ياسمين للأسف فيه ناس فعلاً بتشوف أنه مجرد أن البنت تطلع تتكلم عن ده قدت لأذى معين سواء لفزي أو جسدي أو تحرش بيشوفوا للأسف أنه ده عيب وما تتكلميش وانتي كده بقى جريئة والناس هتقول علينا إيه والكلام ده كله لا هو ولا الناس المفروض تقول علينا حاجة ولا أنا عملت حاجة غلط عشان الناس تقول حاجة أصلاً هو أنا أساساً يعني إحنا المجني علينا أو إحنا اللي تعرضنا الحاجة مش حلوة فالمفروض إن إحنا نتكلم ونقول اللي حصل معنا علشان بالذات لو إحنا عندنا يعني هكلم عن حالتي أنا أنا الحمد لله محظوظة إنه عندي بلاتفورم أو منصة على السوش الميديا باب عليها ناس بيصدقوا في كلامي وبيتابعوني فده وجبي إن أنا أطلع أقول لهم لا أنتم مش لوحدكم كلنا تعرضنا أنا أنا شايفة إنه أي ست في العالم يعني مش بس في الوطن العربي في العالم اتعرضت بطريقة أو بأخرى لنوع من أنواع التحرش للأسف فحسيت إنه لا يعني ما أقول للأهيلي دي أرجوكوا ما تخوفوش ولادكم أرجوكوا حاولوا تتعاملوا مع ولادكم أو بناتكم إنه هما صحابكم فما يخافوش إنه هما ييجوا يقول لكم حاجة لأنه هما طالما على حق يبقى المفروض تبقوا في ظهرهم أو الناس مظبوط ويرحانتي وأنتي بتتكلمي قلتي إحنا المجني عليهم طب شفتي إزاي والبنات هما المجني عليهم وفيه ناس وبعض الشخصيات طلعت يعني ترمي باللوم على لبس البنت شفتي ده إزاي بصي أنا كنت من يومين على قناة تانية في التلفزيون وقلت نفس الحاجة إنه أنا بالنسبة لي بشوف الناس دي ميتة يعني باعتبرهم كائنات من غير روح أصلاً اللي بيطلع يقول لا دي البنت هي اللي لابسة وأصل هي المفروض تلبس أنت يعني مع كل احترامي بس لو أنت شيخ وتتكلم من ناحية الدين كلام ده لي وقته فاهميني مش وقته أبداً من أنت تطلع دلوقتي تقول البنات المفروض تلبس إيه